طيب دكتور شرين هنا احنا تحدثنا أو تكلمنا تحديدا عن فكرة إدمانه للجيمز أو للموبايل بشكل عام موبايل أبليكيشن فيه نوع من الألعاب هي ألعاب مرتبطة بالعرف بينعكس على سلوك الطفل كمان بقى مش بيبقى توحد بس بيبقى عنده ميول عدوانية تجاه أي فرض في المجتمع زي برضو اللي أنا أتغلب على ده ويبتدي يعني كأم بقى أو أب موجود في البيت يلتفت أو ينتبه ليه خلي بالك ابنك أكيد بيلعب حاجة أنا معرفش هو بيلعب إيه تايما ما بيباش في رقابة على الجيمز اللي بيلعبوه لأ هو فيه حاجة بتحصل هي اللي بتأثر عليه بهذه العادات يعني خليني نقول إن ده الطراب برقم اتنين اللي بنقوله النهاردة كلمنا عن فوبيا المجتمعات من شوية اللي الطراب التاني هو العدوانية إن الطفل يتحول من طفل هادئ نتيجة إدمانه على الألعاب الإلكترونية ابتدى يتأثر بالمود والجو بتاع اللعبة اللي غالبا بيبقى كله وضربه وحربه دي تفاصيل أغلب الألعاب للمحتوى بتاعها فبالتالي ينعكس ده على الشخصية بتاعة الطفل وبالتالي تجيلنا شكاوي من المدرسة إن الطفل ردود أفعاله سريعة وعنيفة ده نتيجة طبعا إدمانه وإن الابتدى يتأثر باللعبة الأم تبدأ ممكن يمارس زي على أخواته في البيت على فكرة أو يمارس تكسير في البيت ودي بتبقى وصلنا المرحلة عالية جدا الأم في التوقيت ده لازم تتنبأ وتبدأ تعاقب الطفل على العنف وتمنع الألعاب اللي هي شايفة فيها عنف يعني الألعاب اللي فيها حربة أو كده تبتدي تقوله دي مثلا هتبقى مرة واحدة في الأسبوع وتبدأ لو فيه فرايتي ألعاب تانية حتى هي ممكن تساعد عشان الطفل يحس إن هي حاسة بيه ممكن هي تجيب له سيديهات لألعاب ما فيه ألعاب الالترنية من غيره عم فيه تجيب له سيديهات تانية في التوقيت الوقت المقنن اللي هو مش أكتر من ثلاث ساعات متقطعين اللي احنا قلناه وبالتالي الطفل كده يحس إن هي فهمها وإن هي مخططة إن هو يبتدي نغير سلوك يبتدي ننصخ بين نسحب العنف الألعاب اللي فيها عم ونبتدي ندخل الألعاب تانية بقى أنا حققتله هدفه وفي نفس الوقت بسحبه بالتدريج من حالات العنف دكتور شيرين أنا مش قادرة أستوعب يعني إيه طفل عنده أربع خمس سنين واخد كده الحرية إن هو يبقى معايا التليفون أو معايا قاعد قدام بلاي ستيشن بيلعب فيديو جيمز مش قادرة أستوعب قد إيه ده يعني ده غلط يعني إلا أنا كنت بقرة زمان عن العلم نفس إنه المفروض مش قبل 13 سنة إنه الولد يبتدي يمسك تليفون للتواصل طبعا مش أي حاجة تانية مش حتى إن هو يدخل عنده سوشيال نيديا هو تقريبا ما كناش أطفالي لأ يعني حتى لغاية قريب كان كده فالنهار ده المفروض للطفل عنده أربع سنين ده بيقعد قدام تلفزيون التفرج على كارتون مش عمف يعني شفنا في بعض الحالات في حيطة تانية من العالم إنه أطفال بتروح المدارس حالات تطبق اللي هي شفيته في أفلام الكارتون على الزميل هون ده حقيقي فسؤالي لحضرتك الأم هنا المفروض تبتدي تدي الحرية دي للطفل من كم سنة يعني أنا ابني يبقى عنده كم سنة عشان ياخد أصل موبايل يبقى عنده حرية يدخل على سواء جيمز أو حتى على بلاي ستيشن من كم سنة طبعا اللي بيقوم بالدور ده الأم على عاطقها الدور ده ولازم الأم تبقى متنبئة كويس جدا إن الألعاب دي هتضر الولاد زي ما ذكرنا للتراباط العدوانية فوبيا المجتمعات الاكتئاب لو أنا حرمته منها وحاجة تانية كمان أنا حاب أضفها فرط الحركة أو الـ ADHD لأن سرعة اللعبة بتبتدي تأثر على أداء الطفل فيبتدي عنده ممكن تعمل كهرباء زيادة في المخ أنا بقول ده عشان الأمهات تتنبئ قد إيه الموضوع خطير مش سهل الأم لازم في التوقيت اللي حضرك زكارتي ده تبتدي تتنبئ إن هي تديله زي ما قلتلك بدايل تانية والألعاب وأفلام الكارتون من سن كام من سن 4 سنين النورة اللي بتقول عليها بسانتي دي دكتور مهمة جدا ليه لأن إحنا دلوقتي بنشوف الأطفال بيبصوا البعض يعني أنا أعرف حد بيقول لوالده بابي أنا عاوزة تابلت زي الأطفال التانيين ما هو أنا مش هحرمه واحدة عمدات ثلاث سنين أنا مش هحرم طفلي مش غلط إن أنا أصلا السن ده أديله الحاجات دي المعلومات المتاحة في سن هم يعرفش لسه يفلتر إيه أنا لازم في حاجة اسمها جوجل عاملة تقنية فاميلي سين يعني أنا ابني في حاجات معينة ما ينفعش إنه هو يشوفها أنا اللي بس الليكت أشوفر موبايل جوجل عاملة تقنية دي بالنسبة لسن أربع سنين أنا من أربع سنين أقدر ألعب ابني رياضة بس أنا هركز على نقطة إن أنا مش هحرم ابني لإني الحرمان على فكرة لو حس إنه هو محروم إنه هو يمسك موبايل أصلا ولقى زميله ده كل المجتمع أغلبه بقى كده دلوقتي ولقى زميله بيلعبه جيمزة أو كده هيبتدي حس بالحرمان فهيبقى فيه شراها على فكرة شراها إنه هو يضمن الألعاب دي أكتر أنا بقول تقنين الوقت تقنينه يعني إيه؟ أخليه يلعب عليه والموبايل يكون متشفر أنا الأم اللي امتبع ده إنه ما فيش ألعاب عدوانية أنا منزلها له على الموبايل وسيبايل يلعب فيها ظاهرية أنا أنا مديله حريته لكن فين أنا لاي الهند أبر أو لاي اليد العليا على ما بيتم مبارسيته وبنوعية ألعاب أنا عارفة هو بيلعب إيه ألعاب ما يكونش فيها سرعة حركة قوي وما يكونش فيها كمان عدوان وعنف لأنه العدوان اللي شايفه في اللعبة هيروح يطبقوا على أخواته أو على زمانه